اختتمت بمدينة تعز فعاليات النشاط الأول من مشروع دور الفن في بناء السلام وتضمن المشروع الذي تنفذه منظمة همم للفنون والتنمية ثقافية بشراكة مع مؤسسة التنمية الشبابية وبدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية تضمن فعاليات فنية للرسم على جدران الشوارع بما يعكس استمرار الحياة في هذه المدينة التي دمرتها حرب الميليشيا وحصار والخانق المستمر منذ أربع سنوات وبما يضفي لمحة جمالية على شوارع وأحياء المدينة وتركزت الرسومات المعبرة على جدران حي حوض الاشراف وسط المدينة والتي خطط أنامل المبدعين من الشباب والشبات في التعبير عن كارثية الحرب وآثارها على الحياة في المدينة المسالمة خرجنا اليوم عشان نرسم على الجدران ونوصل رسائل هادفة عن السلام المشروع حقا نحن عبارة عن ثلاثة أيام نزول ميداني نزلنا في الشرطة العسكرية والآن على مدرسة الشعب الرسمة كلها نحاول أن نحن تكون تعبيرية وعميقة عن الوضع والحال وعن نبذ الحرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر